السلام عليكم الفيديو ده ليه سبب واحد بس اللي خلاني اعمله حبا فيك خوفا عليك وعايز اللي ابتسامة مضحش من على وشك الجميل شوفوا يا جماعة خليكوا بس معايا وركزوا جدا في اللي انا اعمله شوفوا دي الشنطة انا الشنطة ديت كلنا عارفينها اللي بقى زي فيها ممسك كده حبل شباه الحبل وبعد كده ايه وماشي وماشي كده او امسكها كده بايداية وماشي وفي الترامواي بتكلم الترامواي عموما والكلام ده مع اي بلد بس انا شفت بعنايا ركزوا معايا ويريت الكلام اللي انا اقوله ده ياريت شروب اصدقائكم اللي بيركبوا في المواصلات والزحمة والكلام ده ليس في بلد معين صراحة الكلام ده نصيحة من قلبي بيحصل في كل مكان احذر شيئا مهما جدا حتى لا تفقد نقودك وكل حاجة في المواصلات خدلكوا معايا شوفوا الفكرة ديت جات لي جدا بدل ما احط الشنطة على كتفي واتكون ديت مطمعة للحرامية واللصوص احطها كده 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 وماشي تفرجوا ما شاء الله سعادة دنيا حلوة وكأن رياضي كده ايه بيتمشى ورياضي واللصوص والحرامي مش هيظن اللي معايا هنا في فلوس او في اي حاجة انا كنت راكب الترمواي ولما راكبت الترمواي واحد ومراته الاسف الشديد كان الست هي وجوزها الست كانت حطة الشنطة زي ما ورتها لكل اللي تحت ديت وكانت عاملة ايه اه حطها كده بسلسلة كده والشنطة وراها هنا اللي حصل وانا قاعد كها في الترمواي واقف واقف لقيت ايه الست بتصرخ والولد دولي الحقون ايه الحقون ايه حرامي حرامي والاسف الشديد عشان ما كانش يعرفوا اللغة والكلام ده فقلت مالكو في ايه اللي حصل قالوا مرة تتسرقت فيها جواز السفر كانوا عايشين في باريس وكده جواز السفر بتاعنا والرخصة واربع تلاف كل دي الفلوس ديت رحنا معاهم الاسم والكلام ده وترجمت لهم بس في الاخر ايه الدرس طبعا زعلوا مفيش ايه ايه فلوس ولا البطايا مفيش حاجة راجعة في حكمة جميلة جدا الحكمة بتقول ايه اسأل مجرب ولا تسأل طبيب القطباء على راسنا لكن اسأل اللي شاف مش اللي سمع فقال لنا عايز الفكرة ديت اعملوها يا ريت الشنط ديت بكل بساطة او معاك الشنطة العادية وانت في الترامواي او في زحمة اوتوبيس او مترو كده بص كده دي كانت نصحتي المختصرة ليك والاسرتك والاصدقائك بس فرجوان لو تنشر الفيديو ده بين اصدقائك تبعتولو مع الواتس اوب ان شاء الله علشان يفيدهم لازم نفيد بعض كلنا بحبك جدا وبحبوكم اوي ويا ريت ندعي لبعض الايام ديت ان شاء الله بالهداية واصلاح الحال شكرا جزيلا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة